موسيقى ولو كن في هذا المهاجر كان مغربي واحد سنحس بروح المسؤولية ولو يكون مغربي واحد كان لعبوه في المواقع الاجتماعية حاولوا يزعزعوا الوطن ولكن لقوا شباب لفقد الأمال هذا الشباب فقد الأمال على أساس هذا أزمة الثقة للتراكمة على كذلك خطاب شعبوي التي تبيع لهم بأن الوطن لا يمكن أن يكون أسود أكثر من هذا وتبيع لهم بأن في دول أخرى سيعيشوا واحد الحياة رائعة في الوقت التي لدي الكثير من الناس لا يريد أن نقارنوا الهجرة التمانينات التي كانت بقوعدها وبقوعدها وتمشي المواطن ديالنا معزز مكرم في دول أخرى بهذه الهجرة لتمشي وشبابنا تقولوا عايشين في الخوف والرهب وفي أوضاع أقل كرامة بكثير من ذك الشي اللي عايشين في بلدنا فلذلك ما غاديشنا ندفع للحاصلة للحكومة الحكومة اشتغلت وجدت حلول مع الأسف تراكمت تعسنوات ديالغياب سياسة حقيقية الشباب جعلتنا أمام مشاكل كبيرة وليوم هاد الحكومة جات بحلول واقعية ونزلتها ولكن مع الأسف تتعفو بإنه فاش تكونوا تراكمت أرغم الإرادة السياسية أرغم الإمكانية اللي تتعطى هاد شي رطي يطلب شوي تلو وقت باش يكون عندو تأطير على الحياة اليومية ديال الشباب ديالنا ودك شي علاش احنا غادي نستمروا في العمل ديالنا غادي نخلقوا فرص الشغل غادي نعودوا في خطابتنا السياسية انبينوا الأمل ومحقوا بلدنا كين نواقص كين مشاكل كين باقي مشاكل احنا ما شا نقول لكم حكومة جات وصلحة جميع المشاكل ما يمكنش ولكن نطلقنا في واحدة الدينامية اللي بغاها سيدنا ديال دولة اجتماعية بمشارع مهمة واللي تطير على الحياة اليومية تاعة المغربة غادي تباني اليوم أغدا ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاسبريس